هل لك أهداف تريد تحقيقها وأمنيات ترجو تحصيلها توجه بكل ذلك إذن إلى ربك المنان فالمنان هو كثير العطاء الذي يبدأ بالنوال قبل السؤال والمن العطاء لمن لا تنتظر منه ثوابا قال تعالى هذا عطاؤنا ثمن أو أمسك بغير حساب فالله هو المنان على عباده بإحسانه وإنعامه فما طاب العيش إلا بمنته وكل نعمة في الدنيا والآخرة فهي منة يمن بها على من أنعم عليه وهو الذي من علينا بالإسلام وببعثة النبي عليه الصلاة والسلام قال تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وهو الذي من على المؤمنين بالنجاة من عذاب الجحيم قال مسروق قرأت على عائشة هذه الآيات فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم فبكت وقالت رب من علي وقني عذاب السموم ويمن على من يشاء بالنجاة من كرب الدنيا قال تعالى ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم فمن علم أن الله هو المنان فليشكره على منه وإنعامه وقد كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في طعامه الحمد لله الذي يطعم ولا يطعم من علينا فهدانا وأطعمنا وسقانا وكل بلاء حسن أبلانا ومن علم أن الله هو المنان تواضع للفقراء ولم يمن عليهم كان علي بن الحسين إذا أتاه السائل رحب به وقال مرحبا بمن يحمل زادي إلى الآخرة ومن علم أن الله هو المنان دعاه ورجاه فقد كان رجل يصلي ثم دعا اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد دع الله باسمه العظيم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى فقال النبي صلى الله عليه وسلم